موسيقى نقلا عن صحيفة إسفستا نشر موقع سبوتنيك الإقباري تقريرا حول وجود قوات أمريكية في ليبيا جاء فيه أن قيادة أفريكم أكدت أن الولايات المتحدة كانت ترسل في الأوينة الأخيرة قوات أمريكية خاصة إلى ليبيا بشكل متكرر لمساعدة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة سراج في المنطقة الغربية من ليبيا في إشارة إلى ميليشيات البنيان المرصوص في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى تصريح قيادة أفريكم جاء فيه أنهم بدأوا هذه المهمة وسيستمرون فيها لمنع تمركز التنظيم المتطرف في ليبيا بحسب وصفهم التقرير أضاف أيضا أن الجيش الأمريكي ومصادر في الكونغرس الأمريكي أفادوا بأن هناك قوات عسكرية متمركزة في المنطقة الغربية لليبيا من بينها قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا دون معرفة حجمها للمساعدة في قتال داعش الإرهابي بحسب التقرير وأضافت الصحيفة الروسية أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج صرح لوكالة سبوتنيك في شهر يوليو الماضي أن هناك مخاوث من دخول مقاتلين من داعش إلى ليبيا بعد دحر التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة